دولة الرئيس مصطفى الكاظمي شكل هيئة أو لجنة من عدد من القضاة المتقاعدين ومن مجلس القضاء الأحلى لتحقق في قضية مقتل شهداء تشرين والقوات الأمنية والجرحى منهم ودولة الرئيس أعطى لهذه اللجنة صلاحيات كاملة ودعم كامل وفي مناسبات عديدة السيد الكاظمي وآخرها في مؤتمر الملتقى المشترك السيد الكاظمي أشاد كثيرا بنزاهة وكفاءة القضاة لهذه اللجنة لمعنى أن السيد الكاظمي متابع جيد وبناء على خطاب السيد الكاظمي أن هذه اللجنة تشتغل وبكفاءة وبحيادية وبمهنية ولا تقبل بالضغوطات ولكن السؤال هنا أين هذه اللجنة الآن؟ ما هي مخرجات هذه اللجنة الآن؟ إلى ماذا توصلت اللجنة الآن؟ وهل فعلا هذه اللجنة القضائية التي كلفت بأخطر ملف يمكن أن يتحمله القضاء؟ أنا أحترم القضاء العراقي وأعرف أن القضاء العراقي تحمل مسؤولية التحقيق في قضاء أرهابية كثيرة وآخرها هذه اللجنة ولكن بسؤال بريء ونعضاء اللجنة الآن هل ما زالوا يمارسون عملهم؟ هل سحبت الصلاحيات من هذه اللجنة؟ هل أضيفت لها صلاحيات جديدة؟ هل هناك ضغوط تمارس على هذه اللجنة؟ لأنه ما بقى شيء من عمر هذه الحكومة؟ نريد النتائج لهذه اللجنة لأنه وبصراحة لا أخفيكم هناك من يقول أن اللجنة قد استقالت أو تركت عملها وهذا يثير لدينا شكوك كثيرة بمعنى أنها توصلت إلى خيوط قد تكون هذه الخيوط دامغة وقد تكون هذه الخيوط من الخطوط الحمراء في كشف القتلة وأنا هنا أنبه وأنا هنا أقول واللهم ربي اشهد أني قد بلغت أخوان ممكن نسكت على الشنفلس ممكن نسكت على حرام هنا وممكن نسكت على حرام هناك أقول بلغة الممكن وهو أيضا يعني من باب التشبيه بين جريمة وأخرى لكن الشكوت على دماء الناس يا أخوان باشر أكو رب كريم وباشر يوم وينفخ في الصور وباشر عندما تتبعثر القبور وباشر عندما تذهل كل مرضعة عما أرضات لا يفيدك منصب ولا يفيدك حزب ولا يفيدك تيار ولا تفيدك كتلة وماك حصان هناك ألا من أتى الله بقلب سليم فيا أيها السادة الكرام أنبئونا عن مصير هذه اللجنة ترجمة نانسي قنقر